بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن وده من اكتر المستخدمة. حلو? ايه مفهوم وازاي اقدر اتطبق بشكل براكتكال بشكل عملي على. طيب تعريف الفاكتوري باترن. واحد من اكتر الباترنز المستخدمة في الجوفا. حلو? this type of design pattern comes under. اه اه كرياشنال باترن. تحت كاتيجوري. تحت ما ظلت الكرياشنال باترن. as this pattern provides one of the best ways بيوفر لك واحدة من افضل الطرق انك تقدر تكاريت بيها الابجيكت. طيب. in factory pattern we create object بنكاريت object without exposing the creation logic to the client and refer to newly created object باستخدام common interface. يعني اه بتقدر تكاريت الابجيكت بتاعك بدون الحاجة انك تخلي يعني بناء اللوجيك بتاع الابجيكت ده للكلاينت كود. حلو? مش بتستدعيه اسناء الكلاينت كود. لأ بتوفر الكلام ده او بتعمل الكلام ده مش جوه الكلاينت كود. بنعمله ازاي? باستخدام common interface. حلو? طيب? ازاي اقدر اطبق بشكل على الايه? طيب. ادي انترفيس اسمه حلو? جوه الانترفيس ده اسمها درو. حلو? طيب? ده قبل ما اطبق الايه? قبل ما اطبق طيب لو عندي انواع مختلفة من الشيب من الاشكال. عندي سكوير. حلو? جوه ده قلت له اعملي للشيب فهيطلب مني طبعا على المسود اللي بتدروه. قلت له يابا. ارسم لي سكوير. حلو? وجوه الريكتانجل قلت له ارسم لي ريكتانجل. جميل? وجوه السيركل. حلو? قلت له ارسم لي سيركل. حلو الكلام? طيب. لو انا عايز استخدم انا كده ما طبقتش لحد دلوقتي لو عايز استخدم او بناء من الكلاس دي. هعمل ايه? هاجس في ساعة الكلاينت كود. الكلاينت كود هو وانا بستدعي الكود عشان اعمل ران لبروجيكت. حلو? طيب. لو انا مش مستخدم هعمل ايه? هاخد من السيركل بالمنزر ده. واقول سيركل دوت درو. واخد من السكوير واقول سكوير دوت درو. واخد من الريكتانجل واقول لو عندك اكتر من هتضطر تعمل نفس دول. حلو? طيب. جي عشان يوفر عليك طريقة بناء بالشكل ده. ازاي? خلينا بقى نطبق هنعمل اسمه هو المسؤول عن عن بناء بتاعي. حلو? جوه ده. الفانكشن دي بتاعها ترجع لي في الاخر حاجة من نوع ايه? من نوع وانا هبصلها كبرامتر هبصلها الشيب طيب نوع الشيب بتاعك ايه? وبناء عليها هي مسؤولة النهاية من انهي طيب اول حاجة اقول له والله يا باشا لو الشيب طيب ده بتاعك بنال رجع لي نال. طيب لو الشيب طيب دوت ايكوال ايجنور كيس عارفين ايكوال ايجنور كيس دي بتنجلكت الكابيتل من اه حلو? يعني كلمة دي لو باعتها سمول هتساوي السيركل الايه الكابيتل دي عادي لان انا قلت له ايكوال ايجنور كيس. طيب. ادي قلت له لو بيساوي سيركل رجع لي من نوع ايه? من نوع سيركل. حلو? لو بيساوي رجع لي من نوع لو بيساوي رجع لي من نوع حلو? طيب. عايزة استخدم الشيب ده. همعامل ايه? هاخد واحد بس من الشيب فاكتوري. بدل ما كنت وايخد تلاتة. لأ انا اخدت اوبجيكت واحد من كل коه واحد بس. اللي هو الشيب فاكتوري. وقلت له اه شيب سيركل شيب فاكتوري دجت شيب سيركل. وبعد كده هو معلوش دعوة بقى. ان هو يعد يشوف هياخد ايكوالي. ككلاينت كود? انت مش مضطر ان انت تقعد تدور على اللي موجودة ايه? لأ. انت هتاخد من وتقول له وبصيله بتاعه. حل? هتبصيله بتاعه هنا هتبصيله وتنادي على هنا هتبصيله وتنادي على حل? يبقى وفرت يبقى وفرت طريقة بناء الابجيكت جوه الايه? ده. بقت الطريقة اسهل واحسن وافضل. حب لو جيت عملت ران ليه البروجيكت ده هيخش في اهو. وهيطبع لك ودرو ريكتانجل ودرو سكوير. ايه بقى بطبقه لو عندي اكتر من محتاج ان انا استخدمه بكارية هو المسؤول عن الفاكتوري ما اصنع الشيب. هو اللي بيصنع الايه? الشيب بتاعي باخد ابجيكت من انهي كلاوس. عن طريق ميسود واحدة فقط. حلو? ده كان الفاكتوري باترنو ازاي اطبق بشكل عملي على الفاكتوري باترن. اشتركوا في القناة.